السلام عليكم الدرس الأول في العبادات بيتكلم عن الطهارة وجعلنا من الماء كل شيء حي بيقولك صف كل صورة وفكر في سبب الاختلاف بينهم في الصورتين هنا دي شجرة تكاد تكون ماتت ودي شجرة فيها خضرة وشجرة فيها حياة ايه الفرق بين الاثنين؟ ان دي يصل لها الماء الماء بيصل لها وجعلنا من الماء كل شيء حي ودي لا يصل اليها ماء فماتت ده الفرق بين مين؟ بين الصورتين يبقى الفرق بين الحياة والموت يكون بمين؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون فخلق الله تبارك وتعالى لنا الماء وجعل منه كل شيء حي الإنسان والحيوان والنبات الكل لا يحيى إلا بوجود الماء يبقى الماء ده أساس في الحياة للماء فوائد كثيرة ذكر الله تعالى في القرآن الكريم منها ربنا تبارك وتعالى من نعمه أن أنعم علينا بمين؟ بالماء الماء ده له فوائد كثيرة ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن منها الشرب إن احنا بنشرب المية وإن احنا بنزرع بها النباتات إن احنا بنتطهر بها يعني بنتوضأ بها الشرب قال تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون يعني ربنا سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء علشان إحنا نشرب منه وإن يكون منه شجر فيه تسيمون يعني ترعون الدوبة بتاعتكم اللي تخرج به الحشائش من الأرض والأنعمتة كلها زراعة النباتات ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها يا ربنا سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فأخرج به من الأرض ثمرات أشكال وألوان من النباتات ومن الثمرات مختلفا ألوانها يعني أشكال مختلفة التطهر قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا يعني ربنا تعالى نزل من السماء ماء يصح التطهر به يعني علشان نتطهر به علشان إحنا ينفع إن إحنا نتوضع منه علشان نصلك إزاي إن أنا أحافظ على الماء إحنا قلنا لما ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليك بنعم إحنا قلنا الماء نعمة فلازم النعمة دي أنا حفظ عليه إزاي حفظ عليه أشكر الله تبارك وتعالى على نعمة الماء ولا أسرف في استخدام يبقى تحافظ عليها أن أنت ما تسرفش فين ما تسرفش في استخدامه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا في الاقتصاد في استخدام الماء وعدم الإصراف فيه سيدنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمدات ويتوضأ بالمد يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيغتسل أو كان في وضوءه كان في حاجة اسمها صاع ودي وحدة قياس وحدة قياس لكمية الماء كان بيغتسل بالصاع إلى خمسة أمدات الصاع ده عبارة عن أربع أمدات الصاع كان بيساوي أربعة أمدات والمد أربع حفنات يعني أربع حفنات من إيدك من المية والحفنة هي ملء كف الإنسان يبقى ملء كف بتاعك ده اسمه حفنة من الماء والصاع أربعة أمدات المد أربع حفنات الحفنة ملء كف الإنسان فدي كلها مقايس وحدة إيه وحدات قياس لمسألة مين لمسألة المياه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقتصد في مين في مسألة إنه كان بيغتسل أو كان بيتوضأ كان يتوضأ بالمد المد ده اللي هم أربع حفنات من الماء جيب لك هنا ده الصاع اللي هو كام أربع أمدات اللي هو إيه أربع أمدات بيساوي أربع المد الواحد منهم بيساوي أربع حفنات منين من الملء كف الإنسان من إيه من الماء يبقى ده شكل مين شكل الصاع الصاع أربع أمدات المد كام أربع حفنات من ملء كف الإنسان من الماء من الأمور اللي أنا حافظ بها على الماء هي الحفاظ على مصادر الماء حثنا الإسلام على الحفاظ على مصادر الماء وعدم إفسادها لمنع انتشار الأمراض فنهانا صلى الله عليه وسلم عن إفساد الماء الراكد بالبول يعني إيه الماء الراكد؟ يعني اللي هو برك مش ماء جاري لا أماكن واقف فيها المية فإحنا ما ينفعش إن إحنا نبول فيها نتبول فيها وبعد كده إن إحنا نغتسل أو نتوضع منها لإن ده هيفسد مين؟ هيفسد الماء ده لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ما ينفعش حد يبول في ماء موجود دائم ولا يجري يعني ماهوش بيتجدد وبعد كده يغتسل منه فالحديث ده يعلمنا إن إحنا نحافظ على مصادر المياه وإن إحنا ما نفسدهاش علشان ما يحصلش انتشار لمين؟ للأمراض وللأوباء عند النشاط فكر مع زملائك في بعض الحلول للتقليل من إهدار الماء عند الاستحمام وغسل يدي في عندك أفكار إن ممكن يحصل تقليل ضغط الصنبور الماء الحنفية بتاعتها المية يحصل فيها تقليل لمين؟ للضغط فإنت لما تفتح الحنفية أو صنبور الماء ده ما ينزلش ضغط كتير فما يهلكش وما يسرفش في الماء والتاني حاجة إن ممكن إن إحنا نستخدم الماء اللي طلع دي إن إحنا نستخدمها في الزراع هنبدأ دلوقتي في الكلام عن أنواع الماء يعني يا أنواع الماء؟ يعني أنواع الماء اللي إحنا ينفع إن إحنا نتوضى منها نتطهر منها والأنواع اللي إحنا مينفعش إن إحنا نتطهر منها أول حاجة حاجة اسمها الماء الطهور يعني إيه الماء الطهور؟ هو الماء الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلقه يعني ماء بحر البحر المتوسط البحر الأحمر هو ده شكل الماء وده لون الماء وده طعم الماء طيب ده اسمه ماء الطهور يبقى ده اسمه ماء طهور زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلقه زي ماء الأمطار زي ماء الأنهار ده الحكم بتاعه إيه يعني حكمه يعني حكمه إن أنا ينفع أتطهر منه يعني أتوضأ منه ولا أ يصح التطهر به طب إيه يا مصادر الماء الطهور زي ما أنا قلت لك عندك ماء الأمطار الأمطار ده ماء طهور زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق ماء العيون ده ماء عين طلع من بطن الأرض ماء الأنهار نهر النيل غيره من الأنهار ده بالشكل ده ده اسمه ماء إيه ماء الطهور ماء البحار البحار سواء كانت بحار أو محطات كلها بيتسمى ماء إيه ماء البحار ماذا لو اختلط الماء بشيء طهر إحنا يعني إيه الماء اختلط هنا يعني اللي هو الماء الطهور اللي احنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى خلقوا على أصله كده اللي هو ماء نهر ماء بحر ماء عين ماء أمطار اختلط بشيء طهر يعني إيه يعني لو خلط الماء شيء طهر لم يغير صفته لونه أو رائحته أو طعم وصف الماء اسمه إيه اللون والطعم والرائح لصح التطهر به لو جيبنا حاجة طهرة طهرة ده يعني مش ناجسة زي مثلا على سبيل المثال جيب لك هنا الصابون جيب مثلا شامبو اي شيء بس حاجة قليلة اتحطت فين في الماء الطهر ده تمام ففي الحالة دي غيرت فيه حاجة لا ما غيرتش هضرب لك مثال بسيط انت جاي عندك في البيت بنيو البنيو ده انت مليته مية فبقى عندك مية مية موجودة فيه بعد كده قمت انت جايب الصابونة او شوية شامبو زيارين وقمت حطتهم في الماء ده طب لما انت حطت شوية زيارين او قطعا من الصابون حاجة بسيطة فهل هي غيرت حاجة في الماء دي لا هي ما غيرتش لم تغير صفته لا لون ولا رائحة ولا طعم ففي الحالة دي ينفع اننا من الماء ده في البنيو ده او في اي اناء في ماء او كده ينفع اننا اتطهر بي يعني ينفع اتوضى من الماء دي اذا اختلط الماء بكمية قليلة من الصابون على سبيل المثال طب لو خلط الماء شيء طهر غير صفته لونه او رائحة او طعمه لا يصح تطهر به احنا اتحط فيه شامبو بس كتير فغير اللون بتاعه معادتش المية اللون بتاعها الطبيعي بقت لونها لونه ابيض حط فيه اختلط الماء بشاي حطنا في الماء ده شاي فتحول من اسمه الى اسم اخر فاصبح شاي ما ينفعش واحد يتوضى بشاي ماء طهر اتحط فيه شاي فتحول لشاي ما ينفعش ان احنا توضى منه يبقى فهمنا نقطة لو اختلط الماء بشيء طهر لو الشيء الطهر ده غير صفته الاصل في الموضوع والفكرة فيها ايه هنا غير الصفة ولا ما غيرهاش لو غير الصفة بتاعته ما ينفعش ان احنا نتوضى منه لم يغير الصفة ينفع ان احنا نتوضى منه اللي هي الصفة اللي هي اللون والرائحة والطعم طب الماء النجس الماء النجس ده اللي هو الماء الذي تغير لونه او طعمه او رائحته بناجاسة يعني اختلطت جات ناجاسة مش طاهر بقى زي ما احنا كنا منتكلم لا ده جاي شيء ناجس دخل على الماء ده فبقى خلى الماء ده ايه خلى الماء ده ناجس وغير اللون والطعمه والرائحة بتاعه الحكم بتاعه اللي هي الصحة تطاهر بقى زي ماء الصرف الصحي ماء الصرف الصحي ده ماء في اصله في ماء كان موجود انما خالطته النجاسة اللي هو باولة او الغائط بتاع مين بتاع الانسان ففي الحالة دي غيرته الايه لماء نجس فما ينفعش ان احنا نتطاهر منه يعني نتوضى منه جايب لك هنا النشاط بقولك بين ما يصح وما لا يصح تطاهر به ماء وضع فيه سكر وليمون فاصبح عصير ليمون خلاص هو معدش اسمه ماء انما اسمه ايه عصير ليمون فما ينفعش ان انا اتطاهر منه ماء البحر طبعا تطاهر لانه ماء طهور ماء وضع فيه اوراق شيء فاصبح مشروب شيء طبعا لا يصح ماء الانهار يصح ماء الصرف الصحي ماء ناجس لا يجوز التطاهر به ان شاء الله نكمل في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته